هناخد الآن بعض التمرين المحلولة في نظرية المضاعف التمرين الأول بقول إذا افترضنا النموذج التالي لإقتصاد مفتوح النموذج بيقول Y بيساوي C زايد الـ I زايد الـ G زايد الـ X ناقص الـ M وبيقول الدلة الاستهلاك عندنا بيساوي 300 زايد 45 من 100 YD والضريبة 20 من 100 Y والـ I بيساوي 900 لولا السسمار والـ G لولا انفاق الحكومية 1300 وإصادرات 1000 والواردات 1100 المطلوب حساب ما يلي 1 قيمة الدخل 2 حصيلة الضريبة 3 الدخل متاح 4 الاستهلاك الحل 1 قيمة الدخل هنعوض دلوقتي بالمعادلات والمعطيات اللي احنا عندنا في التمرين في معادل الدخل القومي على النحو التالي هنحط دلة الاستهلاك اللي هي 300 زايد 75 من 100 ضرب الـ YD طبعا الـ YD اللي عندنا اللي هو عبارة عن الـ Y ناقص الضريبة اللي هي Y ناقص 20 من 100 Y زايد الاسسمار زايد الانفاق الحكومي زايد الصادرات 1000 ناقص الواردات سالب 1100 هنجمع السوابت كلها مع بعض الـ 900 والـ 1300 والـ 1000 والسالب 1100 مع الـ 300 هحصل في النهاية على الـ 2400 وبعدين أضرب الـ 75% للمعطي للحد الاستهلاك ضرب القوس اللي موجود عندنا اللي هو ضرب الـ Y وبعدين ضرب السالب 20 من 100 Y هحصل في النهاية على إن الـ Y بتساوي 2400 زايد 75 من 100 Y ناقص 15 من 100 Y طيب بعد كده هجمع الـ Y كله في طرف واحد عندي هنا سالب 15 من 100 Y هتروح اليامة التانية تبقى بالموجب وعندي هنا موجب 75 من 100 Y هتروح اليامة التانية تبقى بالسالب فبحصل على المعادلة اللي جاية بعد كده دياد اللي هي Y ناقص 75 من 100 Y زايد 15 من 100 Y بيساوي 2400 يعني بحصل في النهاية على إن الـ 40 من 100 Y بيساوي 2400 يعني إذن قيمة الدخل في النهاية قيمة الدخل في النهاية بتساوي 2400 تقسيم 40 من 100 يعني بيساوي 6000 المطلوب الثاني حصيلة الضريبة طيب حصيلة الضريبة بتساوي إيه؟ التي بتساوي 20 من 100 في الـ Y يبقى 20 من 100 في 6000 هحصل على قيمة الضريبة بتساوي 1200 حاجة بسيطة للغاية يبقى حصيلة الضريبة بتساوي اللي هو معدل الضريبة أو نسبة الضريبة في الدخل يعني بيساوي 20 من 100 في الدخل اللي اللي لسه جايبه دلوقتي يبقى عشين من 100 في 6000 ب1200 اللي حاجة التالتة اللي هي الدخل المتاح تمها الدخل المتاح ما هو إلا ال-Y دي ما هو إلا ال-Y ناقص T تمها ال-Y أصلاً لسه حزبنها 6000 وال-T لسه حزبنها برضو مباشرة بكام 1200 يبقى 6000 ناقص 1200 يعني الكلام ده يسوي 4800 كلام بسهل وبسيط الاستهلاك الاستهلاك هنحط دلوقتي بنقول بما أن الاستهلاك دلت الاستهلاك بسوي 300 اللي هي الايه زائد 100 لحد الاستهلاك ضرب ال-Y دي اللي هو بيعني بنقول الثلتمية زائد 75 من المية في ال-Y دي طب ما إحنا لسه جايبين ال-Y دي أهو 4800 يبقى إذن دلت الاستهلاك بسوي 300 زائد 75 من المية ضرب ال-4800 يعني في النهاية بحصل على إنه قيمة الاستهلاك 3900 كلام سهل وواضح ما فيش فيه أي مشكل التمرين الثاني بقول إذا افترضنا النموذج الاقتصادي التالي اللي هو ال-Y بيسوي C زائد ال-I زائد ال-G زائد ال-X نقص ال-M وقال لك C بيسوي 100 زائد 7 من 10-Y والاستصمار 200 والإنفاق الحكومي 100 والصادرات 125 ودلت الواردات ادالك للواردات ما تدلكش رقم للواردات أعطاك هنا لاحظ اعطالك دل الواردات بتساوي 25 زائد 10 من 100-Y المطلوب قال لك قيمة الدخل المضاعف الاستهلاك الادخار نشوف الحل كيمة الدخل الكيمة الدخل برضو زي ما عملنا في التمرين الأول هنعوض بالمعادلات والمعطيات اللي عندين هنحط أول حاجة دلت الاستهلاك زي ما هي هي المية زائد 7 من 10-Y زائد الاستصمار 200 زائد النفاق الحكومي 100 زائد الصادرات 125 بعد كده شوف ايه اللي حصل قال لك ناقص 25 ناقص 10 من 100-Y الكلام ده قلناه ليه كده بالناقص لأن دلت الواردات بتساوي 25% بتساوي 25 زائد 10 من 100-Y طيب لما جاء أنا أقول دلت الصادرات اللي هي 125 ناقص الواردات يبقى فيه سالب سابقة لدلت الواردات يبقى تحولت 25 إلى سالب 25 وتحولت الموجب 10 من 100-Y في دلت الواردات إلى سالب 10 من 100-Y ليه؟ لأن السالب سابقة للدل لأن بنقول صادرات ناقص واردات طيب ايه الخطوة اللي بعد كده هنجمع ال-Y كله في طرف واحد يعني عندي ال-Y الأساسية اللي هي بتاع معادل الداخل القومي في اليسار زي ما هي هجب لها مين؟ هجب لها أول حاجة هجب لها 7 من 10-Y اللي هي بالموجب هنا هتروح لها تبقى بالسالب وهو ظل حصل اهو وبعدين هجب لها إيه؟ هجب لها سالب 10 من 100-Y بتاعت الواردات أو اديها اليمن الثانية هتبقى بالموجب يبقى إذن الخلاصة هيبقى Y نقص 7 من 10-Y زائد 10 من 100-Y الكلام ده كله يساوي مجموع السوابت المتاحة عندنا اللي هي 100 زائد 200 زائد 100 زائد 125 نقص 25 الكلام ده كله في النهاية يساوي 40 من 100-Y هيساوي 500 يعني في النهاية ال-Y بتاعت بتساوي 500 على 4 من 10 بيساوي 1250 ده قيمة الدخل بتاعي بعد كده أنا عايز قيمة المضاعف طبعا قيمة المضاعف دلوقتي هو المطلوب من المضاعف مطلوب في الاقتصاد المفتوح ولا الاقتصاد المغلق أكيد هيبقى في الاقتصاد المفتوح ليه أكيد في الاقتصاد المفتوح؟ لأنه هو قال لي دلوقتي فيه صادرات وفيه واردات طالما قال لي فيه صادرات وفيه واردات يبقى المطلوب دلوقتي المضاعف في الاقتصاد المفتوح اللي هي قمته بتسوي واحد على واحد ناقص ال b اللي هو الميل الحد الاستلاك زائد الميل الحدي للاستهلاك طيب أنا دلوقتي عندي الميل الحدي للاستهلاك اللي هو من دالة الاستلاك بيسوي سبعة من عشرة طيب أم ما ل constantly أجيب منين الميل الحدي للواردات أقولك بسيطة للغاية ارجع تاني لدالة الواردات كده وانشوف دالة الواردات بيتسوي ايه ال m بتسوي ايه 25 زائد 10 من 100 يبقى العشرة من 100 y دي اللي هي كانت ال m small إن نتكر دلة الواردات هي دي الامي سمول إليه المال حد laund side الاستيراد إلي هو 10% يبقى أرجع ثاني للتمريم بتاعي وأرجع للمطلوب بتاعي وأقول يبقى المضاعف بيساوي 1 على 1 ناقص المال حد الاستيراد زائد المال حد الاستيراد بيساوي 1 على 1 ناقص 7 من 10 زائد 10 من 100 إلي هو المال حد الواردات الكلام ده كله بيساوي 2 ونص المطلوب الثالث اللي هو الاستهلاك اللي هو السي طيب السي بتسوي ايه الدلة بتاعته بتسوي ايه بتاعت السي بتسوي 100 زائد 7 من 10 وي طيب ما احنا إسا جايبين الوية هو يبقى 100 زائد 7 من 10 ضرب 1250 هحصل على 975 آخر حاجة للضخار الاضخار بتاعي أنا ممكن أجيبه بمنتهى البساط إزاي أجيبي أقول للضخار بيسوي الدخل ناقص الاستهلاك الدخل 1250 ناقص الاستهلاك 975 لو عملت عملية طرحة بسيطة هحصل على قيمة للضخار وما أقدرش أقول لك غلط أقول لك صحي بنسبة 100% يبقى للضخار بيساوي الدخل تكتب القاعدة تقول للدخل ناقص الاستهلاك هو ده للضخار يعني بيساوي 275 طيب دي طريقة طيب فيه طريقة تانية اللي أنا استخدمتها دلوقتي على اللوحة اللي نعم فيه دلوقتي للطريقة الثانية اللي أنا استخدمتها معك ودلوقتي على الشاشة اللي هي ايه بستخدم دلة للضخار ذاتها طيب دلة للضخار ذاتها بتسوي ايه؟ الاس بتسوي ايه؟ بتقول اللي بتسوي سالب ايه زائد واحد ناقص بي ضرب الواي طيب سالب ايه اللي هي مين؟ سالب سالب مية اللي ان الايه بتاعته بمية يبقى سالب ايه بكام بسالب مية اهي كلام مصبوط طيب واحد ناقص بي اللي هو ايه؟ واحد ناقص بي كام بسبعة من عشرة يبقى واحد ناقص بي اللي هو واحد ناقص سبعة من عشرة ضرب الواي اللي هو الالف بيتين وخمسين هحصل بالقال الحزبة على قيمة الاضخار في النهاية بتساوي 275